اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحيرة هذه كان يحكمها المناظرة والكلام تحديدا الآن كان يحكمها المنذر ابن ماء السماء المنذر ابن ماء السماء كان له ابناء كثير ابرز ابنائه النعمان بن منذر والاسود بن منذر النعمان بن منذر كان له صديق موجود عند كسرة اسم الصديق هذا عدي بن زيد عدي بن زيد كان له منافس مع الاسود بن منذر يعني إخوان اثنين يتنافسون تحتهم اثنين وكلهم اسمهم عدي عدي بن زيد مع النعمان بن منذر وعدي ابن مرينة مع الأسود بن منذر ليش يتنافسون؟ لما توفى المنذر بن ماء السماء جاء كسرة وقالنا بنحط حاكم جديد موجود للحيرة فكلهم قاموا يتنافسون عدي وعدي على أساس أنه خويه هو اللي يمسك الحكم المهم فاز فيها عدي بن زيد يوم فاز فيها عدي بن زيد جاء أمر من كسرة أنه اللي تولى الحكم في الحيرة طبعا الحيرة كانت تابعة لبلاد كسرة خصوصا أن المدائن مش بعيدة عن الحيرة والناس تحسب المدائن اللي عاصمة الفرس سابقا يحسبون المدائن موجودة في بلاد فارس لا هي موجودة في العراق موجودة في جنوب بغداد وواضحة عندك الآن في الخريطة جاء أمر وصدر مرسوم من كسرة أنه يمسك الحكم النعمان بن منذر لما مسك الحكم النعمان بن منذر عدي بن مرينة خويه كالأسود بن منذر قام يكيد العدي بن زيد قال هذا شون يخلي النعمان بن منذر يمسك ألمهم قام يكيدل عند النعمان بن منذر يقول له هذا فيه وهذا ما فيه ألمهم أن النعمان بن منذر صدق الموضوع يوم صدق الموضوع النعمان بن منذر مسك عدي بن زيد واسجنه سجن عدي بن زيد وقام يطلب الجاه عدي بن زيد ويمين ويسار ويمين ويسار يبيطلع بس الكسرة يبلغ كسرة أنه بالسجن موجود عند النعمان بن منذر وكسرة ما يدري عنه أرسل أبيات أو كتب أبيات أنت يا عدي بن زيد وارسلها للنعمان بن منذر كانت أبيات جميلة جدا يستعطف فيها النعمان بن منذر كان يقول في الأبيات هذه سعى الأعداء لا يألون شرا علي ورب كعبة والصليبي ألا من مبلغ النعمان عني وقد ترجى النصيحة في المغيبي أحظي كان سلسلة وقيدا وغلا والبيان لدى الطبيبي فالبيات كانت أطول من كذا لكن أبيات كانت جميلة جدا أرسلها النعمان بن منذر لكن النعمان ما رد عليه النعمان مصر أنت خاين أنت فيك ما فيك ألمهم أننا في واحد من الموجودين وصل العلم إلى كسرة جاء كسرة وأرسل للنعمان قال له طلع عدي بن زيد من السجن يوم جاء المرسول هذا حقد أنت النعمان بن منذر قال هذا ألا أقتله وقتله بالسجن يوم قاتل عدي بن زيد يوم جاء مرسول كسرة قال والله مات بالسجن أنت موضوعه راح عليه وقال له ترى عدي بن زيد مات بالسجن على قول النعمان بن منذر النعمان بمنذر هنا بعد الأيام عرف إنه كانت مكيدة بين وبين عدي بن زيد وكان صديقه وهو اللي حط الحاكم للحيرة وخوم فيه قال يا ولد خلني يا ربي ولده كان عنده ولد أنت يا عدي بن زيد اسمه زيد بن عدي زيد بن عدي هذا ترب عند النعمان بمنذر وعلى أساس إن النعمان بن منذر يحس بالذنب اللي كان اتجاه عدي بن زيد أبوك يا زيد بن عدي ويش سوى أرسل زيد بن عدي إلى كسرة وقال له هذا الرجال على كيف كيفك يعرف الفارسية والعربية وشغلوا عندك بالبلاطة راح زيد بن عدي ولد صغير واشتغل عند كسرة وجلس عنده هناك مرت الأيام ومرت السنوات والعربي دائماً ما ينسى ثاره مهما كان أنت قتلت أبوي تبي تعوض فيني أنت والله أني ما نساكه للموت بيوم من الأيام كسرة كانت تساقل النساء النتجي النساء من الديرة الفلانية والديرة الفلانية والديرة الفلانية فقاعد عنده زيد بن عدي فجلس وطالع بزيد قال وش رايك بالنساء هذه وزوجاتي والجواري والدني الموجودة قال والله ما شوف ما شوف بهن حلاء قال شون ما شوف بهن حلاء قال والله قال الحل أنت ما تدري وينه قال شون ما أدري وينه أنا ما أدري وينه أنا يا كسرة ما أدري وينه قال لي بالله ما تدري وينه قال وين الحلاء قل لي وين البنات المزين اللي نقدر نخطبه ونتزوج منه قال هذا اللي مهن موجودات اللي عند المناظر وبالتحديد عند بيت النعمان بمنذر مو النعمان بمنذر خويك أرسل للنعمان بمنذر واخطب منه قال لا بالله أنه راين سديد قال بس أنا بقول لك شي يعني يا طويل العمر قال تفضل هذا زيد يقول الكسرة قال أنا خبر أن العربي تنكفون من تزويج الفرس فأعتقد أنه ما راح يعطي قال أنا ما يعطيني أنا ما حاطوا على الحيرة ما يعطيني بكيف هو لا لا بل يعطين أقولك شي رح رح أنت والوزير فلاني الوزير فلاني كان ما يفهم عربي كان بس يحفظ الكلام العربي لكنه ما يفهم ما يدرش الموضوع هلو كانت خذاوا زيد بن عدي وتوجهوا للحيرة يوم جاءوا للحيرة السلام عليكم السلام جاء النعمان من هالبولدية مرحبا أقلط وجلسوا مع النعمان منذر وما عنده من الشيطان طاري قال له آمر وش اللي جابك يا زيد قال والله أنا جيتك أخطب للكسرة قال تخطب من منو قال أخطب منك قال أما وجد كسرة فيما هالسواد وعين فارس ما يقضي به حاجته ليش جاي علينا يعني ما لقى هالغزلان اللي عنده والمزين الموجودين ليش يجي علينا فطالح هالرجال اللي جنبه الفارس قال وش يقول النعمان من منذر يقول زيد قال يقول ما لقى من البقرة اللي موجودة عندكم هناك بالديرة قال بقر هو يقصد أن الماء بقر هو ترجمة صاحب السنة هذول أكفهموا أنه يقصد أنه بقر وهذه هانة تعتبر عند الفارسي قال يقول امشي 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 توكل على الله قال النعمان زيد بن عادي قال شوف للموضوع حاول تضبط الموضوع مع كسرة لا تدخلني معهم مشاكل قال لا لا بشو أربي ما لك شغل هو طال أمرك يبيه من الله قال أنا وريك ويطلع زيد بن عادي على كسرة يوم تواجه مع كسرة قال لكسرة باش شروش العلم قال والله العلم أن الرجال يقول دور من الله عزكم البقر موجود عندكم كشون يقول عني الكلام هذا قال يب الله يقول عنه تبت أسأل أسأل الفارسي هذا يوم سأل الفارسي قال يب الله قال الكلام هذا هذاك يحفظ الكلام ما ديش لموضوع بس أنه ترجم لو الترجمة اللي هو يبيها انت زيد بن عادي قال والله اني ما خليه هذا يا ولد أنا حاط على الحيرة وجايني الحين يقول لي ما أعطيك من حريم أنا دور بسيط أنا وري رح طال عمرك وجيبوا للنعمان من منذر رسلوله بس جيبواه داهنون خلوا يجي بس أنا بيأكل طلع وطال عمرك الرسل من عنده وراحوا للنعمان من منذر يوم جاءوا عند النعمان عارف النعمان إنه بوجيه مهو جيه خير وجيه شر قالوا كسرة يسلم عليك ويبيشوفوك ويبيجس معك وكذا ويتفاهم معك قالي عز الله وخذنا حن الموضوع هذا كبر ووصل إلى كسرة والرجال يبيني عز الله أني ماني بخير لكن يبشروا يا طوال العمار رحوا لكسرة وقلوا لي يبي يجي ورانا الرجال أنت النعمان من منذر لكن خلوا يصبر عليه شوي قالوا توكل على لأطلع وطال عمرك على كسرة النعمان من منذر هنا احتار ما يدري وش يسوي ما يدري وين يودي وجهه يعني الرجال حاكم وملك الحيرة والناس كله تحته والحين يصير مطرود يلحق وكسرة ما يصير ما يدري وين يودي وجهه ما يدري من القبائل اللي تفزع له يبي يحاول أن يفزع أي قبيلة على اساس أنه توقف معه ما يبي يفزع القبائل هو بقصد أنه حار بكسرة لا ما كان حط بباله هذا كان عنده حريم وكان عنده سلاح وكان عنده دروع وسيوف ما يدري وين يوديه الأمانات هذه يبي يحطها عند رجال ويبي يتوكل على الله إلى كسرة راح للقبائل العربية ينتخي فيها ومن قبيلة القبيلة ومن بيت البيت وكل ما يجي على قبيلة يقولون والله أعذرنا المعذرة كسرة مجنون أنت يا النعمان أنت عزيز وغالي ولك جاهك لكن والله ما ما نقدر على كسرة وين ادخلنا مشكلة مع كسرة وكل قبيلة التعذر إلى أن وصل إلى قبيلة من القبائل الشهيرة في الجزيرة العربية التي هي قبيلة عبس يوم جاء على عبس قال لهم من ربع الموضوع وكذا كذا وأنا بحط الأمانات عندكم وتوكل على الله إلى كسرة قالوا لا لا حنة طال أمرك ما عندنا إلا الرمح المسنون والسيف المسقول غير هالسوالف ما عندنا تبعينا طال أمرك نواجه كسرة وواجه ناو أما سالفة أنك تحط الأمانات وتوكل على الله هذا السوالف ما عندنا وإذرنا والله قال والله العظيم منكم عزيزين وغالين لكن ما بيدخلكم بالمصائب هذه هذه مصيبة عظيمة راح تنجر عليكم والعرب من وراكم وعلى أهلكم يعني أنا بحافظ على بناتي وسلاحي واخر شي يجي على بناتكم وسلاحكم ولا لا 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 بالله طلعوا من الموضوع وخلكم على جم توكل على الله الرجال وراح يدور بين القبائل إلى أن جاء إلى شيخ الشوخ منه شيخ الشوخ جاء إلى هانئ بن مسعود الشيباني من بكر ابن وال أو من قبائل بكر ابن وال يوم وصل على هانئ بن مسعود الشيباني وأنا ودي أنك تثبت اسمه هنا هذا اسم تاريخي هانئ بن مسعود الشيباني أول ما وصل أليه أنت النعمان بن منذر قال له طيام مرحبا ويوم أسهل أقلط عندي وقلط عنده طال عمرك جلس اليوم والأول والثاني والثالث يوم خلص ثلاث أيام قال له آمري النعمان وش اللي عندك قال والله ما عندي من العلم إلا أنك يسرى يبيني وأنا عندي هقوت كبيرة أنك يسرى ذباحي أنت الموضوع لكن والله يا هانئ أبي خلي الحريم وأسلاح والمونة عندك وخلي عندك وبيك تحافظ عليها وش قلت يا هانئ قال والله أنا بشوارب أنت الموضوع خلي طال عمرك وما لك شغل بشي وأجلس وحن طال عمرك نصدك عن كسرة ونصدك عن الموضوع هذه كلها وخليك موجود عندنا جلس عند قبائل بكر بن واء المدة من الزمن يوم جلس عند القبائل هذه وجلس عند هانئ بن مسعود الشيباني جلس معه بحد اللي يالي هانئ بن مسعود فجلسوا وتسامرون على شبه تضو قالوا يا النعمان أنت أسمع العلم قال لي بالله أني أسمع العلم قال لي يا النعمان والله أني عندي لك نصيحة أخو قال تفضل وش اللي عندك هانئ مسعود قال والله اللي عندي أنك أنت ملك وحاكم وما ودي والله أن صعليك العرب تخطفك من بعد العزل اللي كنت عايش فيه تيجي تذرى بالخيام بيوت الشعر أنه والله أن نذريك ونذري اللي وراك لكن والله النعمان ما نبيلك الشينا وانت رجال فاهم وعاقل بالأمور هذه قال وش تشور عليها نقول لي قال أنا أشور عليك أنك ترسل هدايا إلى كسرة ورسل الذهب والمجوهرات ترسليني إلى كسرة وقول له يا كسرة أنا أطلب منك السماح وأبي أجي يزورك وشوف كسرة وش يقول لك بعدها طال عمرك رح أما ترجع عزيز وإذا اقتلك ترى الموت مو عيب ولا حقني ولا حقك ولا حق اللي ورانا لكن تموت بعز وشرف ولا تموت ذليل يتخطفك اللي يسوى اللي ما يسوى قال عزيز الله هذا الرأي السديد ويأخذ طال عمرك النعمان من منذر الذهب والمجوهرات والحلال اللي عندهم والأمانات خذ حلال عندهم والمجوهرات الموجودة عنده والهدايا وأرسلي إلى كسرة يوم أرسلي إلى كسرة شاف ان كسرة قال لي هذا الرجال يبداه أني وموه جاي لكن تدري شلون قولوا له والله أني قبلت هدايا وخلوه يجي أنا رجال أبيه خلوه يجيين هنا خلوه يسير علي راح وطلع ملك الرسل إلى النعمان من منذر قالوا يسلم عليك كسرة ويقول لك ما عندنا والله إلا الفراشة الزين والعين اللي تشيلك وتشيل الوراك قالوا والله هذا كلام طيب جعل هاني من مسعود الشباني قالوا يا هاني أنا مقفي وأنا والله مدري يا هاني هل أرجع لك ولا ما أرجع لك لكن أبي أسألك بالله يا هاني بناتي وعرضي وحلالي الموجودين عندك وش الحيلة فيهم قال الحيلة فيهم والله لا كسرة ولا أبو كسرة ولا جد كسرة الأول يقرب عليهم اللي يقرب على بناتي وحلالي راح طال عمرك وما لك شغل فيه هذا هذا نرد على كسرة حنا راح توكل الله ما عرف هذا بكر بنوال وما عرف قبال العرب شتسوي فيه خلوه خلوه روح توكل على الله وانمت موتت شرف وانرجعت ترجع بشرف وعز كان راي سديد من هاني بن سعود الشيباني للنعمان بمنذر راح النعمان بمنذر توجه إلى إيوان كسرة وإيوان كسرة كان في المدان اللي هي عاصمة بلاد فارس اللي موجودة بالخريطة قدامكم وتشوفها جنوب بغداد مش بالفرسة ألمهم يوم دخل إيوان كسرة شافوا بوجه منه شاف زيد بن عدي قال لها يا زيد وش العلم يا زيد عاطنا العلم اللي عندك قال والله اني كدت لك مكيدة والله ما تطلع منه من كسرة قال والله يا زيد إن الله أحياني وطلعت من كسرة والله إني لأذبحك ذبحة تذكرها العرب على مدى التاريخ قال ان طلعت تعال سلم علي ويدخل طال أمرك على كسرة يوم دخل على كسرة قبل لا يدخل على كسرة دخل على السكرتاري الموجودين والناس قال بشوف كسرة يدخلوا على كسرة قالوا النعمان من منذر موجود عند الباب قال موجود قالي قال عندنا اليوم مهرجان الفيلة وشي قالوا يبدو مهرجان الفيلة قالوا يبدو مهرجان الفيلة وخلوا واقف عند الباب جلس كسترا وبدأ المهرجان اللي قدامه مهرجان الفيلة والناس يقولوا حطوا مهرجان وفرحانيا الناس كذا وهو بعز المهرجان طالع باللي جنبه من الموجودين من الوزراء قال وين النعمان ممنذر؟ الحين موجود براك قال لي بلا موجود وين يروح يعني؟ قال روح جيبوا لي طالع طال عمرك الرجال وخذ النعمان ممنذر وجابه له أول ما دخله عنده أمر واحد من الموجودين قال خذ النعمان ممنذر وقطه تحت الفيلة قوم يصيح النعمان يا ولد لحظة لحظة خلنا فهمك الموضوع اللي عندي قال لا تفهمني ولا شي يلا أنت ما تزوجني راح راح طال عمرك راح يحذف وحذف عذف بتاعت الفيئة ما تزوجني أنا مسويك اسم بالحيرة صغير لحين ما تزوج ومنه يلا يلا خلى العروبة تنفعك والأمور هي تنفعك ما يدري أن العروبة تنتف شواربه في يوم الياه ويجي الوزير يشيل النعمان منذر ويحاذف عند الفيئة ولو يتجل فيه لو تدعس النعمان منذر وتنتهي مسيرة النعمان منذر في حكمه على الحيرة ويموت شر موته وقيلت قصائد كثيرة في موتة النعمان منذر من شهرها قصيدة زهير بن أبي سلمة تقدر ترجع لها لحلقة قاعد تمشي معنا بشكل سريع عشان كذا أرجع لأبياد زهير بن أبي سلمة ويثبت لك موتة النعمان منذر أنه كانت في هذا الشكل يوم مات النعمان منذر وعلم العرب أن النعمان منذر مات هان بن مسعود الشيباني وصلوا للعلم أن النعمان منذر مات وقتله كسرة جلس للعمر قال لنا لا خلونا نجلس ونشوف شل العلم اللي راح يجينا الحين جاء كسرة ونادى واحد من المقربين عنده اسمه إياس بن قبيصة الطاي جاء عليه وقال له يا إياس أبيك تروح للرجال اللي عنده حلال النعمان منذر وبناته وجيبهم لي أنا قتلت النعمان منذر والحين أخذ بناته من وراء خشمه ومن وراء خشم اللي وراه ما يدري من وراه ما يدري أن وراه قبائل عظيمة تهد وهد جاء إياس وقال له روح توكل على الله وما أبيك توقف إلا على بيت الرجال هذا وش اسم وش اسم الرجال قال هذا اسمه هان بن مسعود الشيباني قال رح على هان بن مسعود الشيباني وجيب لي من عنده بنات وحلال النعمان منذر وراح ياس بن قبيص وتوجه على هان بن مسعود الشيباني أول ما جاء عنده سلم علي يا مرحبا يا مرحبا قلط تقهو جلسوا وطال عمرك يتقهوون ما عندهم من الشيطان طاري يجع على ياس انتهاني من سعود قال وش العلم يا ياس آمر وش اللي جيت عشانه قال والله أنا يسلم عليك كسرة يقولك ترى أنا ذبحنا النعمان بمنذر عساس أن يخوفه قال ترى ذبحنا النعمان بمنذر وكانت موت تشر موته فعطنا الحلال اللي عندك وعطنا بنات النعمان بمنذر عساس نوديهني لكسرة واكف نشر هالأمور هذي وكان ياس يداها للكسرة يعني مشي الأمور وخلت أمشي ورسل البر خلاص مات النعمان بمنذر ما يدري عنك وما يدري قال خلاص تقهوتك قال لي بالله خلاص تقهوتي قال قم طلع بر قال شون قال قم طلع بر انت اصلا ما فيك خير انت لو فيك خير ما تجيني تسألني حريم عربيات النعمان بمنذر جايات عندي وزابنات وتيجي تبتاخذ من عندي رح توكل على الله ورسل على كسرة وقوله ما لك عندنا شيء قال يا وعد لا تحط نفسك بحل كسرة ترى كسرة والله ما يرحمك قال يرحمني ولا ما يرحمني انا عرف شلون كسرة وعرف علاج كسرة وعرف اللي ورا كسرة حنا مجاورين كسرة من هالسنين هذي كله وانعرف الفرسة شلون يقاتلون وحنا ان شاء الله ما احنا اقل بأس منهم قال يا وعد تقابل كسرة وتقابل بلاد فارس قال قابلهم وقابل اللي وراهم هذا عرضنا انا قسمت للنعمان وما يجيهم شي يلا توكل الله طالع يا سبر قبيصة وتوجه الى كسرة وامجا عند كسرة قال وش العلم اللي عندك قال والله ما عندي من العلم الا ان هانا ابن مسعود الشيباني يقول توكل الله انت واللي وراك والله ما عندي لكم شي قال يا وعد انت من جدك اتكلم هذول من اين اطلعوا لي هذول العرب قال يا ولد هذا كلام هانا ابن مسعود ويقول والله انك ما تقرب الحلال ولا تقرب شيء الا تقرب البناته وتقرب القبيلته قال لا بالله انه نهدمه هو وقبيلته وأنا أوري هنا بمسعود الشيباني جاهز الجيوش حكاية الذيقار حكاية عظيمة ومعركة الذيقار أعظم من الحكاية نفسها تسلسل الحكاية شفت من أين بدأنا بدأنا من المنذر من ماء السماء إلى أن وصلنا إلى الأحداث أو بدايات معركة الذيقار لأن المعركة العظيمة حرام أنك تأخذها بحلقة وحدة عشان كذا راح نتكلم عن فخر العرب معركة الذيقار بالحلقة الجاية إن شاء الله نتواجه على خير السلام عليكم أنت يا مفاقر الزمان أنت يا عرسة الجنان أبحري أبحري وامخري مسالك البحور سعيك الحميد لن يبوغ قم إلى حمل المنار كن على درب الفخار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا على قناة